السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة كليك كوك معكم مارين بركات. اليوم سوف اقدم لكم شوربة السمك بالخضار وكذلك بالكخبات او الكاميرون او الجنبري. شهية ولذيذة جدا واهم شيء فريع التحضير. سوف نحتاج الى تحضير اول شيء المرق. نحتاج الى الباقة من القصبرة والمقدونس. قطعة من الجزار. قطعة من البصل. وهنا اما رأى السمك او الشوك او اي شيء متبقي من السمك. سوف اضعني الخليط كل شيء يعني على النار. في الماء. ثم اضيف زيت الزيتون ملح وفلفل اسود. اترك الخليط ليغلي يعني مدة ربع ساعة. واضلوا من على النار. بالنسبة للشوربة سوف انا احتاج للخضار. انا استخدم هنا الكرات او البصل الاخضر. اه ايضا الشمار او اللفت. ايضا استخدمت اللفت. الجزر القراء الاخضر. بطاكس. يعني استخدموا اي خضار. الا الخضار السوداء مثل بالنجال. يعني استخدموا اي خضار. قطعة من الحامط. قطعة من التبتع. العقة من الماجون طماطم. هنا القصبرة اليابسة. الملح. قليل من البودرة السوم. الكمون. والقليل من الازير او اكليل جبل. والفلفل احمر حلو. هذا اه 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 من افتياري. الحوت الابيض والكفت. اه من الحساب المتوفر. وقطعة من الطماطم. ملح وفلفل اسود. اول شيء سوف هنا اضع الزيت الزيتون مع الزبدة على قدر. ما ديك سوف هنا اضع جميع الخضار. واحاول اني ان احرك حتى اني تندمج مع البعضها البعض. من يستخدموا اي خضار متوفر لديكم. تجنبوا فقط اني الخضار السوداء اللون. واضيف هنا السوابل. واحرك جيدا تقريبا فقط مدة خمس دقائق. سوف اضيف المرق الذي حضرناه سابقا. او يعني مرق السمك. اضفت كذلك قطعة الطماطم. ملح وكذلك الفلفل الاسود اي الافزار. وهنا سوف اصفي المرق. يعطيناكها جميلة للشوربة يعني وتركيز جميل للشوربة. اتركها اني تطهات قريبا خمس عشر دقيقة كافية. بديت سوف اطحنها. هنا اختيالي من يريد يعني ان تبقى القطع ظاهرة. يعني يقوم بتقطيع يعني الخضار الى قطع صغيرة وتبقى ظاهرة. يعني مسألة اختيالية لكنها تأخذها آآ طويل. بعد ذلك انا هنا اضفت القمرون والاقطبات او الجنباري وكذلك قطعة السمك. اضعت فقط الفيديو اللي ديوبين اني وضعتها. وضعتها بعد ان طحنت يعني الشوربة. بعد ان طحنت الخضار بعدها اضفت السمك واضفت الكفافات او الكاميرون. واتركها لتغليه فقط يعني عشر دقائق يعني السمك يطهاب بسرعة وكذلك الكاميرون او الكفافات. وازيلها من على النار. تغلي عشر دقائق وازيلها من على النار. هنا اضيف السيبولات او الثوم القصرلي. اذا لم يجب الفرس. تضيف الكثبرة والبقتوني. لا مشكلة. تعطي لهم اخذ الجميل ونكهة جميلة في اخر الضبق. واقدمه او اقدم الشوربة بالهناء والشفاء. لمن يحب نطعم الحموضة يمكن يعني ايضا ان يضيف قليل من قطرة من عصير الحامض او الليمون. اني تبقى المسألة اختيارية. واقدمها على هذا النحو. اتمنى ان تنال الوصفة اعجابكم. لا تنسوا ان تظروا موقع القناة. سوف تجدون وصفات اخرى. وان تضغطوا على زر لايك اذا اعجبكم الفيديو على زر الاشتراك. لتتوصلوا دائما بالجديد. اشكر متابعتكم. والسلام والسلام عليكم والسلام عليكم.